حضر لبنان من أن مواطنيه يواجهون خطرا جسيما مع احتدام المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قالت النائبة البرلمانية اللبنانية بهي الحريري في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف التصايد إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان على كافة المستويات الإنسانية والديبلوماسية والصحية والمعيشية والأمنية ومتابعة عمليات النزوح واستهداف الأحياء السكنية بعد المجدر التي طالت ما يزيد على ثلاثة آلاف من المواطنين اللبنانيين في بيروت والجنوب والبقع إن الشعب اللبناني في خطر شديد بعد تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية وتهديد السكينة المجتمعية وخصوصا بعد أن طلب الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان ترجمة نانسي قنقر